بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتابع مع حضراتكم منشورا لسفارة أوكرانيا بالجزائر تحت عنوان تعالوا قاتلوا معنا فبماذا ردت الحكومة الجزائرية لمعرفة التفاصيل أرجو أن تبقوا معنا حتى النهاية طالبت وزارة الخارجية الجزائرية السفارة الأوكرانية بحذف منشور على صفحتها على فيسبوك يدعو الجزائريين للذهاب إلى أوكرانيا والانضمام إلى مجابهة الهجوم الروسي وفق ما ذكره موقع ميدل إست آي البريطاني السبت 5 مارس أذار 2022 يأتي ذلك بعد أن وقع الرئيس الأوكراني فلدومير زيلينيسكي يوم واحد مارس أذار مرسوما رئاسيا يسمح للمتطوعين الأجانب الراغبين في دعم أوكرانيا ضد الهجوم الروسي على أراضيها بدخول البلاد دون تأشيرة في وقت تواصل فيه روسيا حشد قواتها المتجهة نحو العاصمة كييف ما الذي جاء في منشور سفارة أوكرانيا ذكر منشور السفارة الذي نشرته يوم الخميس 3 مارس أذار أن أوكرانيا ترغب في استقبال مواطنين أجانب للانضمام إلى المقاومة ضد المحتلين الروس وحماية الأمن العالمي كما جاء في المنشور على أي شخص يرغب في الانضمام إلى الدفاع عن أمن أوروبا والعالم بإمكانه أن يأتي ويحارب إلى جانب الأوكرانيين في مواجهتهم مع غزات القرن الحادي والعشرين جاء أيضا وفقا للوائح الخدمة العسكرية في القوات المسلحة الأوكرانية للأجانب الحق في التسجيل بالقوات المسلحة على أساس تطوعي وكذلك في قوة الدفاع الإقليمية للقوات المسلحة الأوكرانية تابع المنشور ندعو جميع الأجانب الراغبين في الانضمام إلى المقاومة ضد المحتلين الروس وحماية الأمن العالمي إلى القدوم إلى بلدنا والانضمام إلى صفوف قوات الدفاع الإقليمية وقد تشكلت وحدة منفصلة للأجانب في فيلق الدفاع الإقليمي الدولي لأوكرانيا ودع المنشور المهتمين إلى ملء استمار الطلب الجزائر تعتبره انتهاكا لاتفاقية فيينا على أن هذه الرسالة حذفت بعد أن قالت وزارة الخارجية الجزائرية إن المنشور ينتهك أحكام اتفاقية فيينا للإعلاقات الدبلوماسية بين الدول حسب ما قال مصدر للموقع الإخباري الجزائري بينما كررت سفارة كييف في دولة السنغال بغرب إفريقيا الدعوة لحمل السلاح على فيسبوك حيث قال السفير الأوكراني في داكار إن 36 متطوعا قد تقدموا مثل ما حدث في الجزائر طلبت السلطات السنغالية من السفارة الأوكرانية سحب هذه الدعوة فورا ووقف أي إجراء لتجنيد المواطنين السنغاليين أو الأجانب دون تأخير إذ قالت وزارة الخارجية السنغالية إن تجنيد المتطوعين أو المرتزقة أو المقاتلين الأجانب على أراضي البلاد غير قانوني ويخضع للعقوبات المنصوص عليها في القانون تسهيلات أوكرانيا للأجانب زيلينيسكي قال في مرسومه الرئاسي إنه اعتبارا من 1 مارس 2022 تم إدخال نظام دخول بدون تأشيرة للأجانب الذين يرغبون في الانضمام إلى الفيلق الدولي لأوكرانيا مؤقتا خلال فترة سريان الأحكام العرفية أشار المرسوم إلى أن القرار الرئاسي لا ينطبق على المواطنين الروس وفقا لما أوردته وكالة الأنضول الثلاثاء 1 مارس 2022 كان زيلينيسكي قد ناشد يوم 27 فبراير شباط 2022 جميع مواطن العالم وأصدقاء أوكرانيا المشاركة في الدفاع عن كييف وأوروبا ضد مقال إنه العدوان الروسي وأشار إلى أن بلاده ستنشئ فيلقا دوليا أجنبيا للمتطوعين من الخارج عقب دعوات رئيس أوكرانيا قالت وزيرة الخارجية البريطانية إنها تدعم الدعوات لتوجه الراغبين في القتال إلى أوكرانيا وضمن ذلك البريطانيون لمواجهة الهجوم الروسي على كييف وصول مقاتلين أجانب إلى كييف عبر مقاتلون أجانب من مختلف دول العالم حدود أوكرانيا للقتال إلى جانب جيشها ضد الهجوم الروسي وذلك يوم السبت 5 مارس أذار حيث رصد صحفيون على الحدود البولندية الأوكرانية مجموعة من المقاتلين الأجانب وهم يدخلون أراضي الأخيرة وفي حديثه للصحفيين قال نيال إنه قدم من اسكتلندا للقتال ضد روسيا في أوكرانيا نيال الذي رفض الكشف عن اسمه بالكامل لدواع أمنية أوضح أن كييف تخوض حرب استقلال وأنه جاء لدعمها فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلين مرتزقة في أوكرانيا نفذوا هجمات باستخدام أسلحة قدمها الغرب إلى كييف وقال متحدث وزارة الدفاع الروسية إن الدول الغربية زادت من إرسال المرتزقة إلى مناطق القتال في أوكرانيا في حين أشار كونشانكوف إلى أن مقاتلين مرتزقة أجانب قدموا إلى أوكرانيا وشنوا هجمات تخريبية على قوافل المعدات والمواد الروسية وقال إن مقاتل المرتزقة الأجانب ينفذون جميع هجماتهم بالأسلحة التي قدمها الغرب لنظام كييف متابعين الأعزاء في الختام أرجو أن تتركوا آراءكم وتعليقاتكم حول هذا الموضوع وإن كانت مادته قد أعجبتكم لا تنسوا أن تدعمون بتسجيل إعجابكم والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر